أنا أريد أركز فقط على نقطة أنا مو ضد الإيرانيين الإيرانيين كشعوب بحكم أخواتنا وأصدقائنا بحكم الجيران الجيران اللي تربطنا بالعراق هم أهن ولا ضد المذهب صحيح ولا ضد المذهب المذهب هو عبارة عن ارتباط عبد ضد الممارسات الضبط لكن أنت تجي أول عمل تسويه تقر بأنه أنت أجري الثورة وعليك أنه تصدرها إلى دول الجوار هذا تدخل سافر هذا من من حقك أنه أنت تجي تقنعني واحتلال جزر إماراتية طبعا هذا الاحتلال والتحكم في خمس عاصم عربية مؤكد مؤكد لحد الآن إلى حد قبل ثلاث يام إذا جنابك سمعت تصريح روحاني يحتبرون دول الخليج تبع لهم خليج الفارس بالضبط لحد الآن يقول لك دول الخليج هي مالتنا طبعا أنه وإحنا بإمكاننا استردادها في أي وقت نشاء هذه العنجهية لو ما طبعا أنا لو تسألني كباحث بهذا الموضوع ومتتبع أفرح جدا من أسمع تصريحاتهم هذه لماذا؟ السبب أنه ديكشفون نفسهم يوم بعد يوم أو تصريحات كاشفة بالضبط أو فاضحة بالضبط ديكشفون نفسهم يوم بعد يوم بحيث أنهما ديخلون حتى العذر المتاح للدول اللي ممكن أن يصف إلى جانبهم جنابك تدري هسا في هذا المؤتمر كانت أكو محاور نقاشات محاور النقاشات الدول الأوروبية لا زالت متمسكة بأنه الخيوط الممتدة مع النظام الإيراني ما تقطعها لكن لما يجون ينقلوهم إلى الصورة الأخرى إلى التصريحات اللي دي تصير إلى التجارب للصواريخ إلى عملية التمادي بالتهديدات إلى مدى يشوفوه من الواقع في توجيه الصواريخ يصال الصواريخ إلى اليمن وتسليمها للحوثيين وضربها إلى السعودية والإمارات والدول الأخرى هذه دي تقطع من الحجج والوسائل اللي ممكن أن يتم التواصل بها أو يستمر الدعم بها إلى إيران لهذا السبب أكون أنا فرحان بهذه التصريحات هذا الجانب رح يكشف يوم بعد يوم نعم لو لاحظت جنابك الوارحة بالبيان الختامي في مؤتمر وارشو كان نابر رئيس مستاء جدا من الموقف الأوروبيا